وينضم إلينا هنا في الستوديو مدير مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بجامعة نايف العربية لعلوم الأمنية الدكتور عبد الرزاق المرجان دكتور عبد الرزاق حياك الله معي في نشرة الرابعة من الرياض أهلا وسهلا خليني أبدأ معك من هذا التقرير المهم للإنتربول والذي وصف فيه دول الشرق الأوسط بأن مستوى الاحتيال المالي فيها هو خطير وخطير للغاية لماذا أولا مستوى الاحتيال المالي فيها بهذا كذا خطورة طبعا أول شي أشكرك خطورة تكمن في رقم واحد ارتباط الجرائم المالية بالإنترنت أصبح الإنترنت لاعب رئيسي ومسهل لعملية الاحتيال المالي لذلك الارتباط هذا وضع أدوات معينة للمجرمين أو المحتالين عبر الإنترنت وأصبح الضحايا أكبر شريحة كبيرة جدا على مستوى العالم يستطيع أن يتعامل معها ويستطيع أن يستغلها ويقوم بجمع الأموال هذه خلقت بالنسبة للمحتالين أنهم يستطعون إخفاء تتبعهم لن يكون تتبعهم بالطريقة المشروعة أو أنك تستطيع ببساطة تتبع الاحتيالات المالية أو ضبط المشبوهين كذلك الأسلوب الارجرامي في استرداد الأموال من خارج الدول أصبح من الصعب جدا استرداد الأموال صعب صعب جدا لأنه أصبحت الآن تجارة كبيرة جدا استجارة سوداء وذكر تقرير في الأمم الأوروبية والاتحاد الأوروبي أن مجموعة تجارة القير مشروعة من الاحتيال المالي 110 مليار يورو لم يسترد منها إلا 1% أنت تتكلم على الاتحاد الأوروبية أقل من مليون يورو أقل من 1% لك أن تستطيع فأنت تتكلم عن تجارة ضخمة دخلت فيها التقنية كما ذكرت لك بأمور كثيرة كذلك الضعف أو القل الوعي في المستهدفين إضافة إلى استقلال المحتالين للإجراءات لأنه لا بد أن نعرف أن الاحتيال المالي يتجه إلى التجاهين التجاه يكون الضحية هو جزء من هذه العملية مشارك أو مسهل الجزء الثاني الضحية لا يكون له ولكن تم استقلال الإجراءات دعنا نتكلم عن قلة الوعي دكتور عبد الرزق أنا عارف أني لديك كلام كثير تريد الحديثي بحكم عملكم اليومي في هذا الموضوع لكن أتوقف عند نقطة قلة الوعي عند الضحية هل هي أولا سبب رئيسي أم أن التشريعات ربما أو القوانين أو حتى حماية هذا الضحية ليست بالقدر الكافي الذي يوازي تعدد أساليب الجريمة؟ طبعا أنا قلتك الجزء الثاني الضحية ليس مسؤول عنها لأن هناك مشكلة في الإجراءات هذا يستغلونها لما تقولي والله بالنسبة للضحية المشكلة أن المحتالين لديهم سيناريوهات متعددة لا بد أن نعطيهم قدر من الذكاء فهما يتعاملون أول شيء يقوم برسم السيناريو حسب المشكلة الحالية على سبيل المثال الآن جمع الأموال والتبرعات للمشكلة التي حاصلة بالنسبة لسوريا وتركيا الآن تستغل لأن الآن أصبحت لديهم سيناريو يعني مثلا ليس كورونا ورقمنة كورونا لأنه كما ذكرت لك هي ترسم على سيناريوهات متعددة على حسب الحالة على حسب الوضع الاقتصادي على حسب قوة الدولة على حسب توجه الدولة فأنت تتجه لها رسومات كثيرة هذه أصبحت جراء منظمة الآن تحولت الجريمة المالية إلى جريمة تقدم كخدمة وهذا الأصعب لارتباطها بالإنترنت فأصبحوا المجرمين المحتارين لا يستطيع المواطن العادي أن ينتبه لمثل هذه الأمور لأنه ما قلتك الآن الاحتيارات على سبيل المثال أنا أعطيك أحد الأمثلة استغلال المشهورين في التواصل الاجتماعي للإعلان عن هذه المواقع عن هذه المواقع المحتارين يعني في مشهورين يروجوا في بعض الملاحظات نعم كذلك بعض القنوات أو بعض الوبسايت المشهورة أو المواقع المشهورة يعني ما نوعية هذه المواقع بدون أن نسميها طبعا مواقع موثوقة مواقع موثوقة ومعروفة على مستوى المملكة ولها ثقل طبعا هي أو على مستوى الدول العربية لها ثقل حينما نتكلم عنها لا بد أن نعرف كيفية تركيبها لماذا؟ لكن أي مواقع للتداول المالي؟ ليس لتواقع المالي مثلا صحف مشهورة صحف إعلامية مشهورة في المملكة أو في الدول العربية نتكلم عنها في الدول العربية نعم تنشر لماذا؟ لأن كما حننا جهاز العلمي مجلس وزراء الداخلية العرب جامعة نايف تقوم بتحليل المشكلة أين هي المشكلة؟ كيف يتم الإعلان عنها؟ لأن أساسا الموقع المعروف أو الموثوق في دول العربية هو وقع ضحية لوكالة الإعلانات الخارجية هو لا يعلم قام بتأجير لهم جزء فقاموا باستقلاله وتأجيره للمحتالين فأصبحت الآن هذا لما نتكلم عن دخول التقنية أصبحت الآن عوائقها كثيرة أسلوب وتحدياتها أكثر وتحدياتها أكثر يعني لا بد أن الضحية طبعا هو في جزء من المشاركة في بعض القضايا وليس كل القضايا ليس سببا رئيسيا طيب من الأسباب الموجودة هو الضحية الجزء الثاني الذي ذكرت أنت أساسا الآن بعد ما دخلت الآن التقنية في الجريمة المالية الآن النماذج الدولية في مكافحة الجريمة المالية اختلفت تماما على سبيل المثال سنقفورة أنشأت مركزا متخصصا عام 2019 بدأت الدول الآن من 2017 و 2018 و 2019 تحاول تسابق الزمن لأن هذه المسألة مسألة الاحتيال المالي عبر الإنترنت أصبحت شائعة و كبيرة و كثير من الناس تعرضوا لخطرها أنا أشكرك لا تبقى عندي صراحة كثير من الوقت النقطة التي أذكرها بالنسبة لكما ذكرنا الجامعة اختصار لأن أهم جزء مهم جدا طبعا أعطت أولوية لهذه الجريمة و قامت هذه الورشة حتى تقوم بمعرفة الأساليب الأكثر انتشارا للأساليب الإجرامية و كذلك التعرف على الكيسز الجديدة و كذلك أفضل مرسات و ستقوم أيضا بالخروج بتصور بحيث أنها تساهم الورشة مقسمة إلى أربع أقسام مهمة أنا ما عندي وقت فأعذرني بس المهم عصف الذهني هذه من أحد لهم المهام و كذلك الـ group discussion أو الحالات للنقاش لأن هذه مهمة التي ستطلع بوظائف جديدة لمكافحة الاحتيال المالي على مجزة التوفيق لكم إن شاء الله و ننتظر توصيات هذه الورشة لجامعة نيف شكرا جزيلا لك مدير مركز الجرامي السيبرانية و الأدلة الرقمية بجامعة نيف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد الرزاق المرجان شكرا لك شكرا لك